شكرا لكم على الاستماع مرحبا التوانسة والعودة المدرسية لا يهميش الموضوع من قريب ولا من بعيد العودة المدرسية في التعليم العمومي على غاية من الأهمية قبل العذابي الكاتب العام المساعد للجامعة العام للتعليم الأساسي مرحبا بيك كيفاش بشو نقوله نبدأ وساعة قبل كل شي ببيان يخرج ويصدر على الجامعة العام للتعليم الأساسي بتوقيع الكاتب العام نبيلها واشي تنجع نقاطه شوي أخر لكن نبدأ بصفة عامة في أي ظروف بيش ترجع تليم إذا تقرأ بعد أقل من عشرين يوم والسنة الدراسية اللي فاتت وفات بأجواء مشحونة وأزمة التوى تقريبا تربيم بذلالها وما تحلتش ظروف العودة طبعا هي المؤشرات تقول أن العودة مش بشكون عودة طبيعية بشكون عودة مركعة بشكون هذا إن وجدت طبعا عودة سليمة كتشوف مديرين مدارس معزولين كتشوف منحة تريف عمين ما تصبتش كتشوف تصرف أحادي الجانب في علاقة بالنقل بين الجهات كتشوف التعليمات اللي صادرة إلى بعض المندوبيات في عدم تشريك الطرف النقابي هذي الكل يوم بإنفجار حقيقي في العودة المدرسية هذي المؤشرات النجم ونقروا مديرين أعوان وقتيين نواب وضعيات مش مساوية هذي الكل تم بأن العودة المدرسية بشكون على غير العادة بيقبل عزيزي نبدأوا بنقطة بنقطة نبدأوا بنقطة صرف المرتبات القصاص على شنو أصار بالضبط وعلى قديش من إتار تربة أول حاجة إليس هو موش قصاص لأنكي نحكي والاقصاص نحكي وعلى قاعدة العمل المنجس اللي الإنسان يضرب نهاره ولا يزوز يقصوله هذي وقع حجز حجز المرتبات حجز المرتبات صار على 23 ألف ألف مدرس ومدرسة لشهر جويليا مع أعفاء أكثر من 500 مدير من خطة المدير من خطة المدير ما بشتوان سايفة موخدر يقولوا أعفاء مش معاناها اتطرد من الوظيفة العمومية هو تم أعفاءه من خطة مدير مدرسة زاد خطة المدير مدرسة عندها تداعيات مالية زاد على المديرين زاد الياس كمي يأخذ المدير على الخطة؟ يأخذ من 140 حتى 140 أنت عدد الأقسام في المدرسة فما العاشرة وفما بين عاشرة وخمستاش وفما أكثر من خمستاش اليوم أنتما استعملتوا كلمة حجز المرتبات من عرش صحفين نجمون نستعملوا تقول أنا عدم صرف المرتبات لكنتما تكلموا على حجز المرتبات إي شنو صار فيه الراتب هذا شنو صار فيه بالضبط ذكرنا إلى حد الآن بعد قرار الهيئة الإدارية رفع حجب الأعداد واسند علامات للتلاميذ مزلوا إلى حد الآن أربع لاف مدرس لم تصرف أجورهم متاع شنو جويليا أوت متاع جويليا متاع جويليا واضح المدرسين هذو ما زاد ما عاش عندهم كرنيات الدواء في الكنان يعني يعني يحجزولوا يعني يمشي الكنان مش يعادل فما يكون عنده ولده ويعمل عملية فما يكون عنده دواء كله المؤجر ما صاب شريك الكنان يعني الكرني متاعك هذك مش فلابل لحد اليوم فما قرابة أربع لاف مدرس بدون أجور يعني المدرسين هذو ما اللي بقاوا بدون أجور بشي أمنوا عودة مدرسية سليمة ما نتصورش المديرين قد يشت مع فائهم خمسمائة مدير يروجوه لأن وزارة التربية ما تعطيش أو ما تخرجش المعطى أو الإحصاء الصحيح هل يسل في النقابة أنتما سنسيكون عندكم الأرقام الصحيحة طبعا يقالوا فما مئتين مدير رجعوهم وفما مئة وثمانية وسبعين مدير معفيين إلى حد الآن وهكا ليش خرج وزير التربية هكا البلاغ للتناظر يعني اللي فيه خرق للقانون شوية شوية الخبر ساعة ومبعد شفيه خرج البيان للتناظر لتعيين وللتناظر لخطة مدير مدرس بصفة وقتين كيف يكون يتقدم لها هذي شروط التناظر هذي شنوه منها وخمسين سنة لا تحب القانون الأساسي القطاعي وإلا اللي خرجه زير التربية أعطيني القانون الأساسي يقول ومن بعد كيفاش تصارح القانون الأساسي القطاعي في حالة شغور في إدارة مدرسة تفتح مناظرة اسمها مناظرة تناظر على إدارة المدرسة بصفة وقتية جهوية هذه جهوية تتحل لمعلمين المدرسة معلمين المدرسة ثم إذا ما توفرشوا أو ما رغبوش تتحل الدائرة ثم إلى الولاية معقول هذا الكله معقول شنية الشروط الشروط فما العدد البيداغوجي فما مدرس أكثر من 15 قسم 17 عدد البيداغوجي فما أكثر بين 10 و 15 قسم و 14 عدد البيداغوجي كحد أدنى وفما 12 لأقل من 10 أقسام فمتح والعمر 57 سنة سيد وزير التربية يفاجئنا أول حاجة هذا القانون هذا القانون نظام أساسي قطاعي نعمل به توا من 63 وزير التربية يغير في إدارة المدرسة بصفة وقتية يفتحها للجمهورية الكل وعنها ينجم الياس من تونس يصبح مدير مدرسة في كبالي وعنها في تاتاوية يحط من العدد البيداغوجي إليس تخلي عنده 4 سنين عنده 10 عدد ينجم يأخذ مدرسة كما مدرسة الصادقية من أكبر المدرسة في تونس واضح وحط من العمر قديش من 57 إلى 52 وهي توجه انتقامي لأن مهنة التدريس مهنة متعبة ومهنة مرهقة ومهنة شاقة فالزملانة اللي يفوت الخمسين عام ماذا به يرتاح شوي من القسم إلى الإدارة إلى الإدارة ويعطينا أصارت التجربة طبعا أنت تحرم من 53 و54 و55 و56 و57 فهذهما حكمت عليهم أنه بشي يكمل عمره في القسم دون نص قانوني طبعا هذا هو كأنه بوزير تربية طيش النظام الأساسي القطاعي طيش القانون وانا نكتب كما نحب ونعمل كما نحب عليش هذا يا إلياس هذالي محاولة تفجير النقابات من الداخل إلياس طلب مدرسة بقعة زميله غدوة خرجها وزير تربية أعطاها إلياس في حين أنه زميله وذاكه متمسك بحركة وبحقوقه نظالية وقع عزله ظلما للعركة غدوة روبين إلياس أنا معليش حتى دخل سمحني في كلمة ما بين اللي باع القضية وما بين اللي واستغل الموقف وما بين اللي تم أعفق وإلي حاجة أخرى زاد الياس اللي ما تمكن لوش بش يدخل المدن الكبرى في حركة جاتوا فرصة من كل كان عليش لا منمشيش من جابس حتى التونس ولا من جابس حتى السوسة عندي أولادي يقرأ وما تحصلش في الحركة النظامية هاو حلي في حين اللي هذا قانونا لا يستقي سيد قبال العزبي هذن نفهمه لحقيقة خطر عديدة هي المواضيع وحساسة جدا سلطة الإشراف أنا عندي وظيفة عمومية وإنا عندي نقص في الجهات وإنا عندي الناس الكل متساوية في الحظوظ وفي الحظوظ هذية يخويا الناس الكل تتنظر واللي قد روحه هو واللي مدير وفي آخر المطاف لا أعرف شي كيفيش إنا يا إخويا هذي البساج متاع النقابة والحقوق ومتاع إنا يا إخويا النقابة تقرر معايا وتقريبا إلي هو منخارت في الجامعة العام ما عنده أكثر حظوظ أنه يخلط للإدارة وإدارة المدرسة وكذا إخويا أنا معادي تقرر معايا حتى أحد أول حاجة نحكيه على القانون هذه مكاسب قانوني لدينا نظام أساسي قطاعي أول حاجة ثانية حاجة النقابة في وجودها في أسناد المدارس بصفة وقتية أراهي ما عندهيش كارت بلونش أنا بش نعطي المدرسة هذه خطر إليس منخارت معايا ولا صاحبي المعايير المعتمدة هي السن والعدد البيداغوجي وأنتي ولد المدرسة ولو مش ولد المدرسة يطبقوا فيه منشور بمعنى أنه ما قدراني إن بعد وزير التربية زيدي بش يسمي كي يحبه ممكن تصير هك إذا كان في المدرسة إذا كان فتحنا الباب أذية ودوسنا على القانون إن بعد وزير التربية يشكر روالياس ما يساعدنيش الياس مش ماشيش في التوجهة المتاعي أش مانيا الخوف كن خوف من أنه تعيين يصبح بالولايات من بعد أكثر حاجة تجين للمدرسة طبعاً هو مش تجين للمدرسة هو أول حاجة ضرب القانون ثاني حاجة حط المقاييس أنت غيرت وحدك محمداني بغديري مش سلطة تشريعية اليوم أنتما تعلنوا على في البيان أكدتوا فيه مقاطعتكم المشاركة في أسناد إدارات المدارسة الشاغرة بعد أعفاء مديرها على خلفة الاتزام بقرار حجب الأعداد إذن كذلك كيفش في الترجم بالضبط أول حاجة دعوة الفروع الجامعية إلى عدم الجلوس قانوناً أن الإدارة الجهوية تجلس مع النقابة في أسناد المدارسة هذه هم لا يجلسوش دعوة زملائنا اللي كانوا متمسكين بقرارات الحاجب واللي كانوا متمسكين بالحركات النظالية إلى عدم المشاركة وهنا نتصورها وزير التربية اللي كما كنتك لمزيد الإرباء كلها واللي خلق مشكل داخل النقابة أو داخل المدرسين بو أنتم اعتبرتوه تعذيب يرقى إلى درجة سلوك سادي وغيره في علاقة بعدم صرف المرتبات منحة الريف شنية ذي؟ منحة الريف اليس فما عامين ما تصبت لهم فما منحة تسند إلى الناس لتقري في الريف 1870 مدرسة 1870 مدرسة يعني منحة الريف فيها أكثر عنا أكثر من ثلث المدارس في تونس هي مدرسة الريفية وتعرف المدرسة الريفية اللي ما يوصل لهاش الكياس وما فيهاش الماء وما فيهاش الضو ولا ما فيهاش الماء ولا الضو فهمت هذوما ياخذوا المدرسين منحة اسمها منحة الددريس في المدارس الريفية عامين ما تصرفتش عامين ما تصرفتش تقولوا أنتم هذا مدخل إلى والتوطأ لإلغاءها لإلغاءها أي هو يحب يلغي يلغي المدرسة الريفية يلغي المدرسة الريفية طبعا كريمو يلغي معاش تكون مدرسة تسمية مدرسة الريفية مدرسة ابتدائية وكهو واضح وكيما المدرسة المعدلة ما فيهاش ما فيهاش منحة الريف نظام الفرق اللي يحب يرجعه واللي يحب يرجعه بيقوه ونظام الفرق هو معظلة حقيقية في المدرسة الريفية بالحاجة بالحاجة أقعد لي ساعة في منحة الريف منحة الريف أي دونك بالنسبة لكم ضغط على المصاريف الوزير قد يتجه إلى إلغاءها وهي ما تصرفتش عامين هي خطوة كلكاين ليش ما تصرفتش بيش مكفولة المنحة هذه قانون قانون المدرسين اللي درسوا في مدرسة الريفية عندهم وتخرج لجنة اللي يسراه يجب تخرج المدرسة ديها ريفية معاش ريفية يدخلوا لها الماء والضوه الكياس تبدأ معاش ريفية معاش ريفية كل عام تخرج لجنة من المندوبية قول راني أنا عندي في تونس عشرين مدرسة ريفية رأي عندي في قفصة ثلاثين مدرسة ريفية يبعثوا البي في للوزارة يصحح الوزير على منحة ومتصبش للمدرسين القانون الإطاري مشكين من المطال بزاك القانون الإطاري وينو سلطوا فيه هذا قانون الإطار أي تو وزير التربية يحب يضغط على على قانون الإطار هو يحب يحل مشكلة المدرسين النواب ومشكلة المدرسين النواب يحلها بقانون الإطار اللي هو ضمن أقزاء اللي هو ضمن الأقسام وخدمة الأهرامات على 37 و 38 و 39 مدرس يعني هكذا المدرسين النواب اللي يحتاجوا كل بيش يلقوا رواحهم في ديارهم ما يخدموش 136 فاسرا قانون الإطار كيفاش قانون الإطار أنا عندي مدرسة فيها 10 قسام كل قسم فيه 25 25 تلميذ العام جاي في قانون الإطار نفس المدرسة ديكم 250 تلميذ نقسمهم على 40 كنت عندي عدد X من المعلمين هلكا روحي نقصت مشنو الهدف تخلص من المعلمين نواب على حساب التلميذ اللي كان يخدم 25 يقرأ مع 25 و 26 يلقى روحي يقرأ في اي قسم فيه 40 تلميذ اليوم اليوم المعدلات شنو على خاطر هو شقول انتم تم اعداده دون تشريكة هذي قانون الإطار تم اعداده دون تشريكة طرف النقابي جهوي ونوطنيا واعتمدت في الإطار قعد 36 تلميذ في الفصل الواحد وهو ما ساء يصفر عن تعميم الاكتظاظ وتعميقه وحرمان مؤكد لطالبي العمل من هذا الحق الأساسي نواب خارج الاتفاقية طبعا شوف كيفاش كانت تتم العملية نقص من المدرسين هذو من خارج الاتفاقية نزيد في عدد التلم ذا في القسم معناها كل 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 زوزقسام يوفروا لي معانا باش نطرد باش نلقى روحي ثمانية لين فذوكم عندهم شخصين وهذا شو قانون سيتم طرحوا على مجلس بشعب لا لا خدموا خدموا العادة كيفاش تم يتموا يتموا دراسة أولية المندوبيات تعطي عدد عدد تقسمهم مع الفصول نحطوا بمشاركة الطرف الاجتماعي على أساس خمسة وعشرين ستة وعشرين ثمانية وعشرين تلميذ في القسم نعم خدموا خدموا على ستة وثلاثين وسبعة وثلاثين وفما جهات خدمت على أربعين هذي بشي يوفر على أقل على أقل على أقل ألاف وعشر ألاف معالم عندوش بق شنو ما صيرو هذوكم اللي يحتاجوا البارحة الانتداب والتسويت وضعية مشالكاروحوا ماندي يمشي للمدرسة كلورا ما عندكش قسم ما عندكش الكنترات ذاك التعملوا كل عام في المندوبيات بشتمشي تعمل نيابة وقدش من كنترات عندهم مثلا النسا هذو ما قدش من كنترات وعندو ثلاثة أربعة قدش من عام قدش من عام بنسبريو فمشكون عام الخمسة سنين وفمشكون عام ستة سنين وفمشكون عام سبعة سنين وفمشكون عام النيابة مسترسلة وفمشكون عام النيابة ظرفية يعني طوله شهرين ثلاثة فمتة هذو من كل بشركاء وروحوا في الشارع اللي جان اللي كان من المفروض تصير سعزيبي كان من المفروض تصير اللي جان بينتكم تشكلت في إطار تفعيل اتفاق اتفاق 22 فما اللي جان هذي صارت بش تصير مش بش تصير كل المفاوضات وزير تربية أغلق العملية التفاوضية تكرت وزير تربية طلبنا منه جلسة مرتين ما يجاوبش واضح وماشي للانفراد بالقرارات والانفراد بالسلطة اللي تنجم تأدي إلا لتأزموا الانفجار في مفتاح سنة دراسية هذوما الناس الكل هذوما المظلومين الكل ينجموا يأمنوا عودة مدرسية ما نتصورش دونكن طبعا بالنسبة لكم اليوم المطالب في العودة المدرسية واضحة الرجوع للمفاوضات النقاط شنوه سي عزيبي طبعا احنا عنا أبار اللايحة مهنية وعنا هاي دارية بشتنعقد في القريب العاج ممكن آخر الأسبوع هذي ولا في نهارين ثلاثة طبعا ضرب القانون الأساسي القطاعي في علاقة بالحركة في علاقة بتعويض المديرين المعفيين في علاقة كيفية التعاطي مع هذي الرجع وهذي ما رجعوش رجع وزير التربية رجع جزء منهم هذي السؤال اليسأل هذي عليش هذي ترجع وهذي لا لكن يبدو أن القائمة القائمة اللي ما زالت لكل أغلبيتها نقابيين من الجهات ونقابيين من من الجمعة العامة للتعليم الأساسي وفراء الجميعين بين الأسطر قاعدة تقول لي تم معاقبت النقابيين النقابيين للنقابيين خاصة اللي قادوا الحراك في الجهات الهناسي قبل سؤال الأخير كنت نتمنى أن نحكي على حاجة أخرى لكن هذا غالب ما عنديش حال آخر حكينا على الأصلاح لكن كنقرأ كنقرأ البيان هذا ونسمعك مع الحقيقة يضربني يأس كبير ياسر وأحباط كبير ياسر اليوم سعزبي الكريم اللي قاعدت قال هو هذا وزير كان قادر على أنه ينحي المخالب وأنه يوري مخالبه وهذا وزير كان قادر اليوم أنه بعدما صبر صبر على حجب الأعداد يضرب بقوة يضرب على الطاولة يعفي مديرين وفي نفس الوقت يخرج قراراته ويمضي قدما إلى قرارات حان الوقت أنه تأخذها السلطة التنفيذية شو رأيك؟ نهاية الفصحة؟ لا مش نهاية الفصحة مزيت الفصحة مزيت إذا كان يعملوا في علاقة مثلا بضرب القانون الأساسي القطاعي فنحن بدنا نعيش في دولة القانون أنا عندي نظام أساسي القطاعي ينظم العلاقة الشغلية بيني وبين وزارة التربية بجرد قلم هذا النظام الأساسي القطاعي يتنحى فنحن نعيش في دولة القانون وفي وزارة القانون وكانوا فرحان ونقولوا لوليرا وعملوها قبلك وما نشحوش ثاني حاجة لوزير اللي يخرج وكل تأمين العودة المدرسية والعودة المدرسية بيش تكون ناجحة بيش بيش تكون ناجحة؟ بالكم هذية من دوسع القوانين بالكم هذية من ظلم أربعلاف أربعلاف المعالم ما خلصوش مئة وثمانية وسبعين مدير معزولين من حتى الريب في أشكون هذو ما اللي بيش أمنوا العودة المدرسية ولا ليه؟ هذو ما اللي بيش أمنوا أنت مستمر مرة جيد بحضايا ويظل سؤال يلزموا يتطرحوا يلزموا يتطرحوا بقوة الآن ويمكن مئة في المئة ما تروح عنكم داخلين قرار الهيئة الإدارية القطاعية لتعليم الأساسي رفع قرار حجب الأعداد في 23 جوان اللي فات كان قابلوا تملموا الكبير في صفوف المعالمين وشرخ في الجسم النقابي متاعكم هل تعتبروا أنكم أحسنتم التعامل مع الملف كنشوفوا نتائج اليوم يبدو أن اليوم كل شيء مازال ما تروحوا ما تروحوا بقوة وفي نفس الوقت فما انتباع أن الشرخ صار داخل الجسم النقابي شوف هو الحقيقة ليس ما هو الشرخ لكن ديما بعد كل قرار يتخذ بالأغلبية في سلطات القرار شلقه شكون أرافض وشكون قابل ناس فما كانت ناس ضد أنه نرفو حجب الأعداد وأنه نواصلوا أنه نواصلوا المعركة لكن نحن في تقديرنا كهيئة إدارية أنه وصلنا للنباس في علاقة بوزير التربية خاصة أنه أنه امشى سلوك الحقيقة ما هوش متاع سلطة ما هوش متاع وزير هذا يجوع النازل أنت بيش تحمل مسؤوليات 23 ألف معالم بلاش شاري وماشي معاهم إلى الأقصى وفما الوضعيات الوضعيات طبية وفما شكون عنده أولاده يقرأ وهذا الكل شفناه شفناه من أنه من الواجب وقته أنه نرفعه لأنه النظال ما عندهش وقتهش مفتتح ووقتهش نسكره ما زالت العودة المدرسية ما زال النظال ما زال رص الصفوف ما زال القطاع شاد روحه الحقيقة والهيئة الإدارية أكيد ستترجم إلى خطوات نظالية أخرى خاصة أنه وزير التربية دائماً ويعول على أنه العودة المدرسية ستكون عودة مدرسية عادية بالظروف هذه لن تكون عودة مدرسية عادية شكراً لك قبل العزاب الكثير من مساعدة الجمعة العامة للتعليم الأساسي واضح واضح جداً أنه نحن أمام تحديات كبيرة وما زالت التحديات متواصلة الآن زوز عوالم مختلفة تخزر لبعضها هذا يعني أنه في الأثناء هل التلميذ التونسي العائلة التونسية في هذا الكل شنو تحبوا يعمل كيفاش تحبوا يتفاعل بكش زادة طلعت وصعدتوا ياسر في اللغة قبل الياسر فميش تصعيد في اللغة كي وحكيناها برشا مرات منا في علاقة بالقوت اليومي الناس ما تخلصش كيفاش صعدوا الناس معزولين كيفاش أنا مدير مدرسة رأي فام وضعيات الياسر أنا مدير مدرسة صغار يقرأوا في تونس ونسكن في مسكن وظيفي أنا روحي والذي يقرأوا في الجامعة غدوة للقروحي رجعت معلم ما عنديش والنسكن وتناظروا على المدرسة اللي كنت شادها أنا بقى حقيت عمري خمسة وخمسين وعمري ستة وخمسين يا أخوة واحد أقل مني حتى العشرة ولا الحديش هذي مش معقوب وضعياتنا اليوم لكلها مركبة وهذي وضعيات اليوم يجب أن تتحط على الطاولة بقوة وبشدة ما بعرف قالت يا را شكرا لك قبل الله عزبي اشتركوا في القناة